نبقى في الموضوع نفسه ولكن من مصدر مصري حيث رفى هذا المصدر رفيع المستوى ما تناولته بعض وسائل العلامة الإسرائيلية عن اعتزام مصر بناء حاجز جديد على الحدود مع قطاع غزة وكانت صحيفة معاريفة الإسرائيلية قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يدرس ثلاث خطط لليوم التالي للحرب في محور فلادلفيا ويتمثل الخيار الأول في بناء جدار تحت الأرض مزود بأجهزة استشعار ونظام كاميرات لمنع التهريب أما الخيار الثاني فيعتبر خيارا مؤقتا ويتعلق بوضع قوة دولية على طول المحور فيما قالت معاريف بأن الخيار الثالث يعد إشكاليا من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي والمتمثل في بناء بؤر استيطانية واستلاء الجنود عليها سمير عمر ينضم إلا من القاهرة للمزيد من الشرح حول الموقف المصري من الواضح بأن مصر تدرس خيارات عديدة لمواجهة إسرائيل فيما يتعلق بهذا المعبر المهم أمنيا سمير ماذا لديك؟ يعني بالتأكيد مصر تدرس كل الخيارات منفتح على كل اختيارات بشرط أن تكون هذه الخيارات تستبعد تماما أي وجود إسرائيلي داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتستبعد تماما أي حضور إسرائيلي في قطاع غزة لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار وتستبعد تماما أي صياغة إسرائيلية لمستقبل قطاع غزة لأن ذلك من وجهة نظر المصرية هو مستقبل غزة الذي يصيغه الفلسطينيون وفق حل الدولتين وعلى أسر حل الدولتين على حدود الرابع مليونيو سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية إذن من هذه الناحية القاهرة منفتحة على أي فكرة طالما أنها التزمت بهذا الشرط الحاكم الذي تراه مصر في هذا السياق الأمر الآخر أن ما تتردد من تسريبات في وسائل العالم الإسرائيلية بشأن معبر رفح بشأن محور صلاح الدين هو أيضا مرفوض المصريين والمصر ستبقى لها وأن قالت أن كل ما تردده إسرائيل من أن هناك أنفاق من الأراضي المصرية إلى داخل قطاع غزة من أن هناك عمليات تهريب للسلاح من داخل الأراضي المصرية إلى قطاع غزة هو أمر غير صحيح وأن الإسرائيل تحاول أن تخفي إخفاقاتها في قطاع غزة عبر ترديد مثل هذه الأقوال هذا صدر عن القاهرة غير مرة سواء في تصريحات أو في لقاءات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي وأكلت القاهرة على أن إسرائيل تحاول إخفاء إخفاقاتها عبر هذه التسريبات غير أصحيح الأمر الثالث هو في ظل هذه الأزمة المستحكمة في ظل هذا التوتر المتصاعد بين القاهرة وثل الأبيب لأول مرة منذ أن وقعت اتفاقات السلام بين الجانبين في سبعين و سبعين و سبعين نشهد العلاقات على هذا النحو من التوتر ولكن المهم أن القاهرة في المسارات الثلاثة تسيره حسب مصدر رفيع المستوى قبل قليل تسيره بخطة ثابتة أولا تحاول إدخال مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة وفق المتاح من كرم أبو سالم الأسبوع الفائت فقط كان هناك نحو تسعة تسعمائة وخمسين الشاحنة دخلت إلى قطاع غزة هذا غير الإسقاط الجوي ثانيا تكثف جهودها لإعادة الحياة مرة أخرى لمسار التفاوضي لوقف إطلاق النار وصفقر التبال وثالثا تعيد التأكيد على موقفها الثابت بشأن أن حل الدولتين هو الحل الأساسي وأن انسحاب القوات الإسرائيلية من رفح ومن غزة بعد تنفيذ اتفاقية الهدنة هو أمر لا محالة مطلوب للإبقاء على حل الدولتين وعادة الحياة مرة أخرى للتسبيع السياسي القائمة على حل الدولتين شكرا لك سمير عمر في القاهرة